النهاردة ندي كولر كم من عشر؟ هديله درجة عالية بالله أنا شفته في الملعب ممكن ما يكونش هو مخطط لكده ولكن اللي شفناه في الملعب هديله تسعة من عشر كابتن وليد بتفهم مع الكابتن حمال مش أهل من تسعة من عشر كل حاجة عملها تلات صح وكسب المباراة وراحلة قبل النهائي وهيلعب على مدالية لعيبة الأهلي كانوا مضغوطين أنه هم كل جماهير النادي الأهلي بتطلبهم بحاجة أحسن من اللي حصل فكل اللعيبة النهاردة بتلعب تحت ضغط هم عايزين للعبوا ريال مدالية وعايزين يلعبوا على مدالية يعني حتى لو خسرنا من ريال مدالية نلعب على الثالث والرابع بالضبط فانتهينا برضو حفظت على أملك أن أنت ما تنزلش عن المكان اللي كنت فيه ان شاء الله بقى كسبت تلعب على الأول يعني آه طبعا بس لو بنلعب على الثالث والرابع نلعب على الكاسب من فلامينجو أو الخسران من فلامينجو والميلة السعودي اللي النهاردة قدر أنه هو يكسب الوداد والوداد على الأرض وفكرتيني بحاجة يعني من عند حضرتك كده نعمل بقى مبادرات عايزين نشوف الشعب المغربي الجميل الشقيق الملعب النهاردة شكله مرعب وشكله يفرح اللي استاد كله أحمر وسبحان الله أحمر يعني أنا أتمنى من الجماهير المغربية يكون ده موجود في مباراة ريال مدريد يبقى الملعب كله مقفول بيشجع النادي الآلي يعني دي أمنية نوري كل العالم العرب لما بيتحطوا في موقف وده حصل في قطر وحصل مع المنتخب المغربي تحديدا وحصل مع المنتخب السعودي مع الأرجنتين أنا أتمنى خلال الثلاثة أربعة تيام الجايين لو اتعمل مبادرات وطبعا الكابت الخطيب أكيد هيتكلم في الموضوع ده وأكيد المسؤولين في المغرب هيعملوا شحن للجماهير إنها طروح تشجع النادي الآلي بنفس اللي انت كنت عليه النهاردة بالأعلام الحمرة بالتشيرتات الحمرة المنظر كان مرعب بصراحة منظر في مباراة الهلال السعودي والوداد اللي استدمى فيهوش موقع قادر خبص طبعا عشان كمان الوداد ده في المغرب يقول نحن بقى هم هارضة لقتلعهم البطولة يقول نحن بقى مين أفضل لاعب النهاردة في رأيك كابتن حمد والله شاف الأهلي كله كان كويس يعني ما حدش كان النهاردة بعيد عن مستواه حتى حمدي فتح لما خارج كان قدي بشكل كويس قال له ديانج عاجبني جدا طبعا يعني هي قال له ديانج شافه ممكن من أحسن لعيب النهاردة في المعارض واقف وقف صحي ديانج مليون في المئة حاجة حاجة مرعبة يعني ديانج الوحيد اللي تحسي انه لا مفيش فرق خالص هو بيزق بيضرب الخط كله فارق عنده صغير في السن وعنده اللي يقابة دنيا علي ديانج هاي مين اللاعب اللي تقوله لأ أنا عايز منك أفضل من كده لأ أنا عايز منك أفضل من كده هم كلهم هيلين بصراحة كلهم هيلين دا كلهم هيلين يعني لا مفيش حد أنا عايز أقول لعبدالآدر عبدالآدر كابتان حمده بيقوله عبدالآدر اللعيف كويس جدا كانوا عالية ولكن عنده حاجات اللمسة الأخيرة بيبقى فيها شوية لازم يهتم باللمسة الأخيرة بيمسك الكورة كتير طاهر محمد طاهر برضو في حاجات برضو لازم في وسط الزحمة لازم يصرف الكورة كويس يعني دولة اللي في العلامات تستفهم شوية ولكن بيقدوا بالنسبة عالية جدا بشكل كويس يعني اشتركوا في القناة